يا مساء الخير و أهلاً وسهلاً بحضراتكم تحياتي لكل أهلوية اللي بيداوا معنا حلقة النهاردة في يوم من الأيام اللي ما بتحبش فيها تتكلم على مشكلات أو بتتكلم على سيناريوهات أو بتتكلم على أسباب الطبيعي إن أنا أبتدي الحلقة أقولك هارد لك؟ هقولك لا الحقيقة لك ما لوش أي علاقة بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد خلينا تفعل حاجة زي ما الأهل بيفوز بلقب أو ببطولة بنيجي تاني يوم نقول أفنا الصفحة وبنركز في البطولة اللي بعدها الأمر نفسه ينطبق على خسارة نادي الأهل لأي لقب أو أي بطولة ولكن عشان السيناريو اللي شوفناه بارح ما يتكررش لازم يكون لنا وقفة في أكتر من نقطة بعد أي مباراة بيخسارها الأهل أو بيتعادل فيها أول سؤال بسأله لنفسي بعد المباراة ما بتخلص هل إحنا عملنا اللي علينا؟ لو كانت الإجابة بقى آه عملنا اللي علينا هنا الواحد ما بيزعلش مدام الرجالة ومدام الجهاز الفني والمدير الفني عملوا اللي عليهم خلاص بيبقى مش يومك بيبقى سوق توفيق بيبقى يعني حاجة خارجة عن إرادتك وإنت عملت اللي عليك ما كانش فيه حاجة تانية في إدك أنك أنت تعمله لكن السؤال أو الإجابة على السؤال ده مبارح هل الأهلي عمل اللي عليه؟ هل الأهلي كان يستحق الفوز مبارح؟ في تأديري أنا الشخصي أنه لأ أنه الأهلي مراحش المباراة أو أنه الأهلي دخل المباراة ودي حاجة غريبة جداً على الأهلي وده سيناريو وارد وهو ضامن المكس في حاجات كتيرة جداً ممكن تعلق عليها الشماعة يعني لك أن تتخيل مثلاً أنه الحكم والفار واحد من أسباب خسارة النادي لأهلي مبارح مش هتفق معك وحتى لو افترضنا أنه ضربة الجزاء اللي حسبها الحكم واللي لفت نظروا ليها الفار صحيحة فالأهلي كان ليه ضربتين على الأهل ضربتين جزاء لازم يتحزبوا أشد غضوحاً من ضربة الجزاء اللي تحسبت لاتحاد العاصمة وأنا أمشي معك في السيناريو ده وهو سيناريو حقيقي ممكن يكون صحيح لكن تتخيل عزيزي الأهلاوي أنه مباراة مبارح تعتبر تقريباً تاني أو تالت أهم مباراة بالنسبة لاتحاد الأفريقي على مستوى الأندية في السيزن كله يعني بعد نهاية دوري الأبطال ممكن تخط نهاية الكونفيدررية أو تخط مباراة السوبر الأفريقي يعني خلينا نقول أنها واحدة من أهم ثلاث نطشات في السيزن من حيث الأهمية بالنسبة لاتحاد الأفريقي المفترض أنه يكون حريص على نجاح مباراة بالأهمية ده أهمية دي وبالحجم ده وبنسبة المشاهدة دي كلها لأنه بالتأكيد مش بس مصر والجزائي اللي بيتفرجوا على المباراة جزء من العالم مهتم بمتابعة سوبر أفريقي وبالتالي لما يظهر فيها حكم بالمستوى ده تقدر تقيس عليه مستوى التحكيم في أفريقيا الحكم والفار حكم الساحة والفار لا أسسني منهم أحد يعني ده مفترض أنه واحد من حكام الصفوة اختاروا اتحاد الأفريقي أو لجنة الحكام في اتحاد الأفريقي عشان يدير واحدة من أهم ثلاث مطشات في السيزن في أفريقي حكم ممكن تقول عليه حكم هاندبول أكتر منه حكم كرة قدر لكن اللي يهمني وممكن تقول أنك لعبت فريق كرة ما بيلعبش كرة أصلا يعني ممكن تقول أن فريق اتحاد العاصمة لعبته بتضيع وقت أكتر ما بتلعب كرة ولعبته بتمثل أكتر ما بتجري في أرضية الملعب لكن خلينا يقول لحضرتك أنه ده السيناريو وده الحال في التسعين في المائة من المطشات اللي انت هتلعبها الموسم اللي جاي بمعنى أنه الكل يعرف تماما حجم النادي الأهلي ويعرف ويدرك زي بالزبط عبدالحق بن شيخة ودي الفاني اتحاد العاصمة أنه فيه فارق كبير جدا فارق شاسعة جدا ما بين الأهلي المصري وما بين فرقته وبالتالي طبيعي جدا عشان يعوض الفارق دي لازم يلجأ لكل الطرق سواء كانت مشروعة من وجهة نظرك أو غير مشروعة والسيناريو اللي حالك شفته في مطش اتحاد العاصمة مبارح هيتكرر معاك في تسعين في المائة من مطشاتك في الموسم ده محليا قريا عالميا السؤال هنا انت هتعمل ايه؟ عشان ما نعلقش على فكرة تضيع الوقت ونعلق على فكرة سوء مستوى التحكيم ونعلق على مشكلة الفار اعرف تماما أن السيناريو ده وارد جدا حدوثه نتيجة قصد أو بدون قصد نتيجة فساد أو نتيجة جهل أو نتيجة فشل هو ده حال الكرة في أفريقيا ودي مش شماعات بالمناسبة وزي ما قلتلك احنا ما رحناش مبارح في الأول والآخر احنا نتحمل مسؤولات الخصار ويمكن يكون ده لعله خير زي ما بنقول يعني أنه ده يحصل في بداية موسم أفضل بكتير جدا من ما يحصل في الأفروليج أو في دوري الأبطال أو في كاس العالم لأنداهم عندنا شغل كتير قوي لأنه الفرق مبارح ما ظهرتش على أهل كما كان متوقعا لها يعني معظم طبوحات الأهلوية الزهور الأول للأهل في مباراة سوبر إفريقي كان يبقى أفضل من كده بكتير لكن يبدو أن احنا محتاجين كلنا نرجع حساباتنا لأنه ما عندناش رفاهية الوقت عندنا مباراة مصري لازم نركز فيها وعندنا من بعدها إن شاء الله بإذن الله سان جورج في دوري التمهيدي في دوري الأبطال فما فيش وقت ومهم جدا 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 أنا عارف أنه معظم جميلة وحقكم طبعا حق كل جميلة وأنا معاكم أن احنا نزعل على خسارة لقب أنا بشوفه أسهل مباراة سوبر خضها الأهلي في مشوار الأفريقي يعني ما شفتش مباراة سهلة في المتناول زي مباراة اتحاد العصيم ما فيش خص مواجهناه أسهل من اتحاد العصيم لكن إحنا إحنا اللي فرطنا صحيح الحكم أهداهم ركل الجزاء وحتى لو تحسبت صحيحة زي ما قلت كان من الأولى ومن الأقدر إنه يحسب لنا على أقل ضربتين جزاء أشد وضوحا من ركلة الجزاء لكن خلينا نقفل الصفحة ونفتح صفحات جاية كتير محتاجين نشتغل عليها من بداية المباراة لمصر وكلمة في ودن الأهلوية اللي بجد أنا عاش صبعا إيه اللي حصل على السوشيال ميديا وفي حالة غضب يعني بس مش وقته خالص يعني أنا شايف تقديري أنا مش وقته خالص الأهلي محتاج دعم جماهيره فرصة هيستغلها كتير جدا لاختيال الأهلي أو فريق الأهلي أو النجوم الأهلي وبالذات الصفقات الجديدة معنويا فهو دورك دلوقتي يعني إذا كنت موجود دايما وقت الفرحة فوقت الخسارة دورك أهم وتأثيرك أكبر وعندنا مباراة مهمة وصعبة جدا في بداية المشوار في الدوري يوم الثلاثة ومن بعده بأيام هيكون بداية المشوار الأفريقي فمش وقت تصفيت حسابات الوقت دلوقتي إني إحنا نتكاتف ونقوم ونقف في دهارة فرقاتنا زي ما عودنا أو زي ما تعودنا من جماهير نادي الأهلي طول الوقت الحزن على الخسارة مشروع لكن الغضب مش وقته فكرة أنه إنت تبدأ الموسم وتستجيب لدعوات الانتقاد والاختيال المعنوي إن جائز التعبير لفريق الأهلي وإحنا لسه بنقول باسم الله الرحمن الرحيم ما أعتقدش أنه أبدا ورهاني على الغالبية العظمى إن لم يكن كل الجماهير النادي الأهلي إن شاء الله صفحة وتقفلت ونفتح صفحة جديدة وإن شاء الله بإذن الله اللي جاي يكون أفضل لأنه بالتأكيد مش سهل ومحتاج دعم كل جماهير النادي الأهلي نحن نتكلم